يواجه العراق جفافاً غير مسبوق منذ نحو تسعين سنة بسبب انحسار الأمطار للسنة الثالثة على التوالي وشح المياه الواردة من دول الجوارة وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب في تصريح صحفي أن هذه السنة من أشد السنوات جفافاً منذ ثلاثينيات القرن الماضي وكانت تقارير الأمم المتحدة صنفت العراق ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لجهة الارتفاع الهائل في درجة الحرارة والتناقص غير المسبوق في الإرادات المائية من دول المنبع إضافة إلى طرق السقي والإرواء القديمة وما تسببه من هدر كبير للمياه